الموريطان كيستنجدوا بالمغرب ويجئوا الوسائل الإعلام المغربية لتحذير الحكومة ديالهم أما الجزائر فكتسارع الوقت لاستمالة موريطانيا وإبعادها عن المملكة المغربية في خبر آخر قد نتحدثوا على السوق المغربية اللي كتشهد واحد من خفاض كبير في المواد الغذائية وعسى أن تكون رب ضارة نافعة أما في خبر آخر قد نتحدثوا على جنوب إفريقيا اللي ما زال في العداء ضد المملكة المغربية والشركات ديالها لازالت تستفيد من المصالح ديالها مع المملكة المغربية أما أخيرا هنختمو الفيديو ديالنا بالقسم الرياضي وغنمشي وتحديدا لندواء الصحفية ديال وليد الرقراجي أشغل فيها وكل التفاصيل قبل المباراة ديال اليوم قد هذه الأخبار ديالنا اليوم إلا كتبت المواضيع قام معنا للآخر باش تعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كرام زوار موقع المهاجر أتمنى تكونوا بخير وعلى خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما أعودناكم دائما معكم سوفير المرزوقي من قناتكم وقناة المهاجر بأخير الأخبار وأخير المستجدات ونهاية أسبوع موفقة للجميع دعو على بركة الله متابعين كرام بأول خبر في هذه الحلقة هادي غادي ندوز ونشوفو إخوة الموريطان اللي كيستنجدوا بالمملكة المغربية بالمواقع المغربية وكيلجؤوا للمواقع المغربية باش يوصلوا الصوص ديالهم للحكومة ديالهم اللي كتعطي بالطهر واللي ما بغاش تصغى للمطالب ديالهم كما عرفتوا الإخوان القرار الموريطاني ديال الحكومة ديال الولد الغزواني ديال رفع الرسوم اللي ما زال كتير الجدل وكيخلق أزمات داخل الجارة الجنوبية فالمملكة المغربية طبعا بالحال حسبت هذا الأمر هذا يعني كأن شيئا لم يكن والشاحنات المغربية رجعت صوبة يعني الأسواق المغربية ما يعني سببا خفاض كبير المواد الغذائية داخل المملكة المغربية وحيدوا احتقان كبير على المغربة هادي من بين الأمور مهمة جدا اللي وقعت في هذا الشيء هذا لكن طبعا الحال هاد القرارات الإرتجالية حسبها موريطانيون وغادي نشوفو أشغال يعني الأمين العام للجمعية الموريطانية لحماية المستهلك ولي لجاء الموقع الصحيفة المغربي باش يوصل الصوص ديال كل الموريطان بسبب القرارات الإرتجالية اللي كتاخدها الحكومة ديالهم وكيقولوا أن هاد القرارات الإرتجالية غادي تسبب أزامات كبيرة وخانقة للإخوة الموريطان لكن كذلك خصنا نصحوا بعض الأخطاء للإخوة الموريطان معرفناش واش هاد النس هادو معرفناش وقع بالضبط ولا كيحاولوا يعني يتفادوا المشاكل بحكم أنهم كيخافوا من تضييق داخل الموريطانية لكن احنا نبغيو الحق حق يعني يتقال ومعنما نخبعو معنما نزوقو إلا كنتي جاي توصل الصوص ديال الموريطان للمواقع المغربية مع كامل الاحترام لهذا السيد هذا فخص ضروري نفهموه نحيدو اللبس على هاد المسألة هدي علاش لأننا ما يمكنش موريطانية غا تفرض هاد القرار هذا بالتفت في هاد الوقت هذا يعني حفاظا كما يقال بين قوسين على المنتجين الموريطان وفين هما هاد المنتجون الموريطان أصلا ما كنتش منتجون فلاحيون والسيد قلها يعني بعظمي لسانه الأمين العام الجمعية الموريطانية لحماية المستهلك هو اللي يقولها قل لك أشمن زراعة وأشمن مستهلكين وأشمن مستثمرين اللي عندنا في هذا المجال ديال الزراعة حنا في موريطانيا إلا كانت هي صحراء قاحلة فيها بعض الجيمان وبعض الأغنان القليلة اللي ما غا تكفيش المواطن الموريطاني واللي ما غا تشغطي السوق الموريطانية فما بلوك بالخضروات اللي كانت كتوافد من المملكة المغربية على السوق الموريطانية وليس فقط على السوق الموريطانية بل على الأسواق الإفريقية ككل فموريطانيا خصنا نحايدوا اللبس على هذه المسألة هذه وخصنا نبينوا الحقيقة نحن عرفنا الإخوة الموريطان كين منهم اللي عارف شواقع وكين منهم اللي عارف أن موريطانيا كتلاعب بالمصالح أديل الشعب وغا تتجوع وغا تفقر الشعب ديالهم لكن نشوفوا أول شي أشغال الأمين العام جمعية الموريطانية لحماية المستهلك للموقع الصحيفة يعني أن هذه الناس هدوا للجؤوا المواقع المغربية أنهم فعلا ما لقاوش من يسغالهم ولا من يوصل كلامهم ولا يسمع للكلام ديالهم لقاو فقط المواقع المغربية فعشرات من الشحينات المغربية المحملة بالفواكه والخضروات الموجهة إلى سوق الاستيراد الموريطانية القاة رأسها في وضعية بلوكاج على مستوى من في القرقارات الحدودي إلى موريطانيا بعدما رفعت السلطات الموريطانية ضرائب مستحقة للجماريك تزيد عن طرائب المعتادل أكثر من طعفين وهو ما تسببه في ارتفاع كبير الأسعار الخضروات في مختلف المناطق الموريطانية بمئتين في المئة يعني دبا هاد شيء هاد يغل بداية بداية وش حالو حنا كنقولوها كنقولو الأخوة الموريطان قولونا الأسواق ديالكم احتاج هاد السيدادة وقال هل المغربة كاملين في موقع في منبر الصحيفة المغربي قال لهم ارتفعات الأتمينة داخل الموريطانية الماء يعادل ميتين في المئة ميتين في المئة أنا أعطيكم مثال مثلا طماطم كانت تقدير ستة درهم إلا قلنا طلعت بميتين في المئة يعني رجعت بثمانتاش درهم إلا قلنا ميتين في المئة يعني بثمانتاش درهم هذا يعني خير ميتين وفي هذا الحوار اللي يعني خص به موقع الصحيفة سلط الخليل والدخيري اللي هو الأمين العام للجمعية الموريطانية لحماية المستهلك ضوء على تدعيات هذا القرار على المستهلكين الموريطاني المستهلك الموريطاني وإمكانيات تراجع عنه يعني أن الحكومة ديالهم تراجع على هذا القرار هذا في أفوق الوعود التي قدمها وزير زراعة البلد إلى المستوريدي يعني موريطانية كتحاول تهدأ الوضع اللي غادي كيتفاقم داخل البلاد باش تطميناس انتع أننا لتراجعوا وإنا كنسأل إلا تراجعت موريطاني على هذا القرار هذا أش غادي تدي المملكة المغربية أش غادي تدي المملكة المغربية إحنا عارفين وعنا كل اليقين وفي الخبر الموالي غادي نأكدو لكم على أن الجزائر لا هيدفت شي هذا من الألخر ما يقول لك لا قرار سيادي ولا قرار ماشي سيادي عنا الدليل وغادي نجيو بيه في الخبر الموالي على أن الجزائر عندها يطلئ لفد القرار هذا اللي اتخذ من طرف موريطانيا والسبب ديال هاد الأمر هذا جاي من المبادرة الملكية ديال الولوج دول الساحل الولوج للأطلاصي وهذا الأمر هذا اللي ما كيخدمش المصالح ديال المستعمير السابق ديال المنطقة اللي هي فرنسا فهنا غادي نفهمو على أن هاد الناس عدو كيجيبهم النفس على فرنسا وكيوقفو ضد المملكة المغربية أمام المصالح ديال المستعمير السابق اللي الأراضي ديالنا كاملين ديال المنطقة ككل واللي كتخلقت فريقة لأنه كنت فهمت المغرب والجزائر وموريطانيا وتونس تفهموا فيما بيناه أم وحققوا وليبيا وحققوا الرغبة المغاربية ده اتحاد المغاربي الكبير مغرب الكبير كون فرنسا ما كانت غادي تكون فرنسا ضد هذا الاتفاق هذا وضد هذا الاتحاد هذا أنه يكون أصلا لأنه علاش لأن المصالح ديالها وهذه البوابة ديال إفريقية كنت نروح للمملكة المغربية ليه البوابة ديال إفريقية غادي المملكة المغربية وغادي تفتح لدول الساحل يعني في اللحظة اللي كترت فرنسا غادي تفتح لها المنفذ للموحيط الأطلسي كيفاش غادي تتعامل مع الأمر بطبيعة الحال فرنسا فهذا الشي هذا قد يدفع يعني موريطانيا للتهور فبطبيعة الحال كيقول السيد بالفعل وكيعترف أن حكومة ديالهم رفعت سعيرها بما يقدر بالمليون وقئية قديمة وفق العملة الموريطانية وذلك بالنسبة للواردات من الخضروات والفواكه بشكل عام ما كينش فيها شي استثناء كيف ما خرج البعض كيقول كيغلطنا في الأول باش كنا كانت تحدثو قال لك لا رأ كل شي خضر فواكه طماطم أي حاجة كيف ما بغت تكون رفعوا عليها يعني في الجمراكة بما فيها التي تصل موريطانيا عن طريق الميناء من البطاطيس والبصل حتى اللي كيدخل من الميناء يعني المنتجات المغربية اللي كيدخل عبر الميناء كذلك الموريطانيا من البطاطيس والبصل تيرفعوا عليها هذه التسعيرات الجمهوريطية منع كسف بشكل كبير على سعرها وبالتالي نجد أن بعضها بلغ من زيادة 100% أو البعض 50% والحقيقة أن السلطات الموريطانية عادة ما تتعمد خلال كل موسم زراعي سن هذا الإجراء يحاول يبرر الحكومة في محاولة منها لدعم مزارعين المحليين لكن مع الأسف في كثير من الأحيان يغيب عن السلطات أن الموريطانيا لا تمتلك اكتفاء ذاتي من الخضروات وبالتالي فإن رفع الجمهوريط وبما لا يدعو يدع مجالا للشك يضر بمصالح المستهلك الموريطاني أولا وقبل أي شيء هذه يعني غادي نقوله لهذا السيد هذا اللي يقولك عادة ما وعادة ما فكيفاش حكومة ديالبلادك ما غدا تكونش عندها اليقين على أن فعلا موريطانيا ولا الموريطان ليسوا بالمزارعون وما عندهم حتى شي يعني ما عندهم تشي زراعة اللي تقدر تغطي الحاجيات ديالشعب الموريطاني وخا شعب الموريطاني قليل لكن شنو أش من زراعة أش من زراعة عند موريطانيا ما كنتشي زراعة عند موريطانيا فهاتش علاش الحكومة عندها اليقين على أن راحا غادي تضطر بالمصالح ديال الموريطاني الضعيف ولكن شكون من مور هاد شي من مورها فالحال الجزائر التي تسارع الزمن لإبعاد موريطانيا عن المغرب وخلق الأزمة ما بين الموريطانيا والمغرب وش هاد الأزمة التي تخلقها الجزائر هذه L'أزمة التي تح surgeon الجزائر تخلقها ما بين موريطانيا والمغرب وش غضر المغرب أو غضر موريطانيا أول شي المغرب ما يهمه من هذا التصدير الإفريقية وهذا الشيء هذا كامل هو احترام الوحدة الترابية دي للمملكة المغربية من الأخر وكذلك المكانة دي للمملكة المغربية للمستوى الإفريقي مكانة دي للمملكة المغربية للمستوى الإفريقي أولا بموريطانيا ولبلابيها كينا والأفريق الكاملين كي يحبوا بالمملكة المغربية وكي ينوهوا بالمملكة المغربية وكيف تخروا بالمملكة المغربية خير دليل علاقات مع الإخوة في سينيغال ونشوفو غير كيف اجرام كي تتعاملوا المغاربة ابناء الملوك في الكود ديفور هادي من جهة من جهة اخرى قضية الصحراء المغربية قضية الصحراء المغربية حسيمات بموريطانيا ولبلة موريطانيا وبالجزائر ولبلة الجزائر وبفرنسا ولبلة فرنسا يعني هذ ثلاثة اللي كيناور ورغضت المملكة المغربية ما عندهم ما يقضيوا من الاخر فهنا هذ المناورات وهذي رسالة لموريطان بحداتهم هذ المناورات اللي كتدير الجزائر مع موريطانيا وكتجرها وكتجب بعدها على المملكة المغربية اللي غير يدفع التمن ديالها هو الشعب الموريطاني بأول درجة هو الشعب الموريطاني اللي غير يدفع التمن فطبيعة الحال في الوقت اللي ننتظر جميعا يعني والله بالأخص العلاقات المغربية الموريطانية حال حالة المشكل ديال الرسوم الجمهوركية كان نلقاو يعني الوزير الخارجية الموريطاني كيتوجه محمد سالم ولد مرزوق كيتوجه للعاصمة الجزائرية حيث حاضية باستقبال رسمي من الرئيس عبد المجيد تبون وهذا ذليل على أن ما تقوم به الجزائر حاليا وله هذا الأمر كامل اللي واقع بخاتل الجزائر برعاية فرنسية وما كينش فيه أدنى شك وزادوا اعطونا اليقين من بعد ما قاموا بهذا الشي هذا أن من دفع مورسا زيقات البوليزاريو لغلق مغربا القرقارات هي فرنسا ومن قام باستهداف يا فرنسا والجزائر طبعا الحال هنا فش كنقوله فرنسا رانا ما كان ستنيوش الجزائر كمقاطعة فرنسية وأن استهداف شاحنات المغربية في عمق مالي من طرف فرنسا من طرف فرنسا بعد ذلك الأمر هذك سفي زعيم الإرهابيين في منطقة الساحل واللي كان أصلا موالي لميليشيات البوليزاريو وضحات به باش تقطع شك باليقين وتبعد الأنظار اتجاه فرنسا الاستعمارية اللي بغت تخلي إفريقيا تحت العبودية وبغت تقطع عليهم الرحمة ذك الحبل السوري اللي كي جيهم من المملكة المغربية اللي كي مدهم بالغذاء الدول الإفريقية باش تنشر فيهم المجاعة وتقطعهم مش تقطع الحبل السوري وذك الحبل السوري حاولت تقطعوا المرة الأولى مرتز قتل بوليزاريو القتل قوة المغربية ردعتها حاولت تقطعوا استهداف الشاحنات المغربية وقاتل مغربية رجالهم وما كيخافوا التمنشي حد وكيضحيوا من أجل الوطن ديالهم وكملوا رغم استهداف سائقين المغربية حاولت تقطعوا بموريطانيا وباستهداف موريطانيا لكن والله العظيم لن تضر إلا الموريطان وهذه القرارات الارتجالية والله لن يضروا إلا بموريطانيا أما المملكة المغربية وبالموانئ ديالها وبالبونة التحتية ديالها غادي توصل للغرض ديالها بلاد شنقيت إلا ما اسمحتش لدول الساحل بالمرور للموحيط الأطلسي غادي تدفع التمن غالي وكنقولوها وكنعودوها والأيام بيننا ويمشي وزير الخارجية الموريطاني للجزائر والله يقلس راه لن يغير من الأمري شيء وفي بيان انشرته رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقعها الإلكترونية الرسمية فإن الاستقبال تم بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقران هذه الزيارة أقر فيها عدد من الباحثين المتابعين للعلاقات المغاربية سعيا لم تعد تخفيه الجارة الشرقية للمملكة نحو تقوية علاقتها مع نواكشوت التي سرح رئيس ديبلوماسيتها ولد مرزوق للصحافة عقب لقائه ومباحثاته مع تبون بأن الأخير أكد له حرصه وتصميم الجزائر شعبا وحكومة على دفع العلاقات التعاون ثنائي بين البلدين الشقيقين قدما ويمكن استقراء دلالات هذا اللقاء في ضوء ما أصدره عبد المجيد تبون من توجيهات الحكومة الجزائرية في الرابع والعشرون من دجمبير من السنة الماضية يعني أيام قليلة قبل القرار الموريطاني اللي رفع رسوم الجمهوركية على السلع القادمة من الملاكة المغربية تبون كي يعلن على منطقة حرة ما بين موريطانيا وما بين الجزائر وكما شرحناها سابقا منطقة حرة يعني ما تعطيني جماريك ما نعطيك جماريك ديالي ديالك وديالك ديالي فهنا فين غادي نفهمه منين جات الخطة وما محتاجينش شرح كتير المغربة ديالنا تمتم وننفهم كيف ما كنقوله دائما بالدريجة ديالنا هنا قد نعرفه القرار اللي خداته الموريطانيا وعقبات به الشعب ديالها أولا منين جاي؟ جاي من عند عمية ببون وكنقوله هالموريطانيا نصحناهم سابقا وبدنا لهم أن هادلنا سعدوا طريقهم كحلة وما كتخرش في الصواب وقدامكم تونس يعطيونا يعني واحد الأشهر قليلة وقد نشوفوا الاحتقاد اللي رابده حاليا فاشكن هادلو على ميتين في المية في الأسعار ديال الخضار وكل منطقة الحرة تعطيك الخضار والفواكه لك أنت هي أصلا كتسعاها من فرنسا اللي كتستوردها من المملكة المغربية فاضرب اللي التمن عمسي دي واضرب يعني يعني الحسابات ديالك ديك ماطيشة ديال المغرب اللي كتدوز من مارسي وكتدخل الجزائر مش حل غادي توصل لي موريطانيا وما يغرركم مش داك القرار اللي دارتو الجزائر ديال حقا نقاطعوا الموانئ زع ما راحنا مكنستوردو من عندكم تاشي حاجة هراه ماطيشة إلا بغاستدوزها فرنسا لي الجزائر هراه سهلة هتبتلها غيتيكية وتقول هدي ماطيشة ديال جنوب الفرنسي وسالينا ولا ماطيشة ديال إسبانيا سوردنا على إسبانيا وعبدنا بعناها للجزائر هاد الشي اللي كايم وما غاديش يسعب عليهم الأمر أنا كنقول كنت تعد النظر في هاد تصدير الفرنسا وهاد الشي كامل يتعد فيه النظر والشعب المغريبي يستفد من الخضرواز دياله وفعلا الشعب المغريبي يستفد من الخيرات دياله اللي كانت متاشر في السوق المغريبية وعسى أن تكون رب ضارة نافعة وجاء الشي هذا كامل معاش جاء معا واحد الوقيته اللي الشعب المغريبي فأمس الحاجة للخيرات ديال بلاده فأسعار الخضرواز كتستمر في الانخفاض والارتياح يطال المواطنين قبل شهر رمضان يلا السنة الماضية فهد الوقيته هدي المواطنون كاملين كلهم بغاوا يسعروا ده با هاد القرار اللي درته موريطانيا عادوش دار حيدي اللبس تماما باكين لا الحرب ده اوكرانيا ولا الغلاء ديال الوقود ولا تشي حاجة علاج وراش منش حكا تضربت الكيلومترات هاد مطيشا مطيشا ركين احدا كين عند رجليك وكانت كتزوكت دوز الافريقيا الحب السري ديال الافريقيا هو المغريب يعني الحب السري معبر القرقارات كتدوز ذاك شي كيدوز كيدوز وش عب المغريبي كيعاني وش عب المغريبي كيعاني غلاء الاسعار غلاء الاسعار فبين عشيتي الموضوحة وقلناها صبح الله العظيم فات المنبر المتواضع مباشرة بعد مقامة موريطانيا بسنة القرار هذا قلنا لكم اجي تطلع الاسواق المغريبية راشا حينتك تقرب الدورة وكترجع وش يخلي لي ومطيش تخمج عند القرقارات منع عمق طلع عطي الشعب المغريبي يعيش عطي الناس تعيش للناس اللي قادر تضحي من اجل ذلك الوطن اللي قابله تخرج من اجل الوطن عطيهم ياكلوا يعيشوا يعيشوا مزيان ما يستهلوش والله ما يستهلو الخيرات ديال المغريب بالله العلي العظيم أتبارك الله خير ما كيين في الخضار وفي الفواكه كيين لا جفاف لا تشي حاجة افريقيا كانت كتسف الدم ديال المغريب فاسعار الخضروات كتسمر في الانخفاض والارتياح يطال المواطنين قبل شهر رمضان هذا شي هذا اللي قالوه فاعلون جمعويون واللي اكدوا ان انخفاض مستوى الاسعار ديال المواد الفلاحية راجع القرار اللي اتخذته الحكومة الموريطانية برفع الرسوم الجمهوري على المنتجات المغربية والتي تأتي عبر معبر القرقانات هذا يعني الناس المختصة بالأمر والناس الجمعويون ديال الخضار في المملكة المغربية تعليق على هذا الموضوع قال بوعززال خراطي رئيس الجمعية الجمعية اعتدر المغربية لحقوق المستهلك يعني يقدرون نشبه بنفس الشخص اللي يدرنا عليه في موريطانيا وهو في المغرب شو سبحان الله العظيم الفرق واحد كيشكي وواحد كيقول نحن مرتاحون واللي هو ابو عزاء الخراطي رئيس الجمعية المغربية ريحقوق المستهلك قال ان انخفاض الاسعار في الايام الاخيرة اراجع لعدة اسباب بينها قرار رفع الرسوم الجمهوري على المواد الغذائية والفلاحية الامر اللي ادى بشكل مباشر والعكس بشكل مباشر على انخفاض مستوى اسعار هذه المواد في المملكة المغربية واضاف الخراطي في تصريح حصري ان السوق المغربي بهذا القرار اصبح يستفيد من الثروة الفلاحية باقل الاثمان وحتى البيض تم الوقف دي التصدير دياله وحلما ان هناك وفر في الانتاج وكيتمنى ان يطال هذا الانخفاض حتى اللحوم الحمراء نظرا لان شهر رمضان بات على الابواب وبغينا الشعب المغريبي يستفد من الخيرات دياله ندوزو الخبر اخر وهنا قد نمشيو ربعا الحال متابعين الكرام جنوب افريقيا بريطوريا اللي كاتناور مع المملكة المغربية واللي العداء ديالها بعد المرات كي يجيب لي رواه الى كتر من الجزائر هاد الناس هادو يعني يزين واحد الحقد للمغرب يعني ما بغاش المغربية تستمر وتتشري مع المغربية وكأنها جنوب افريقيا عندها 17 لوجه الشركات ديالها عايشة والخيرات ديالها غادية والمستمرين جنوب افريقيين غادين وكالقاوا يعني جنوب افريقيا بوحد العداء بجنملكة المغربية كل عام كتزيد تبيين واحد الكرة دافين وشتشي هذا هادو هادو يستمر بهذه الطريقة هادو هادو تشي علاش وعليش اعتمدت هادو الورقة السياسية هادو الورقة السياسية اعتمدت على ما قاله الملك محمد السادي سنة الفين واثنين وعشرين وتحديدا عشرين غشت سنة الفين واثنين وعشرين واللي اكد من خلال هالعاهل المغربي ان ميل في الصحراء بات النظارات التي ينظر به المغرب الى العالم والمعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكة طبعا الحال هادو صريح هذا عقلين عليهم المغرب كاملين اللي قالوا الملك محمد السادي فوالم يحين الوقت اللي تنفيذ هادو الكلام هادو في الواقع مع بريطوريا اللي تشتغل كل ما لديها من جهد وقوة من أجل يعني مضايقة المملكة المغربية كي بقصو المطرح كينا شركات جمهوريطانية كينا مصالح اعتذر شركات جنوب افريقية كينا مصالح جنوب افريقية داخل المملكة المغربية واش ماجاش الوقت باش المغرب يضرب بيد من حديد لان الى كامل في الصحراء المغربية قرها نيدف العذاب بكل ما لديها من جهد وقوة جنوب افريقية فهب طبعا الحل كي عادي الوحدة الترابية المغرب كاملين وكيف يعقل كيف يعقل يستمر الاستثمار لها الشركة وتبيع وتشريم على المغرب في ظل هذا العادة الممنهج من طرف جنوب افريقية واللي ما عنده تشي تبرير جغرافيا بعيدة على المملكة المغربية يعني بحل الشمس على الأرض بعيدة كل البعد على المملكة المغربية حتى دول جوار من غير الجارة دي الشرق دي المملكة المغربية من غيرها الجوار دي المملكة المغربية تشي واحد ما يحمل هذا العذاء هذا الممنهج ضد المملكة المغربية قد بريطوريا فهواش ما جاش لوقت باش المغرب يرد على بريطوريا بطريقة الصحيحة فكينا ورقة يعني كيما قلنا سياسية كتوقع بحصال علاقات ديبلوماسية مبيل المغرب وجنوب افريقيا وفي استعراضها للتداعيات المحتمل لاستمرار التوتور في العلاقات مبيل المغرب وجنوب افريقيا توقعت ورقة سياسية حديثة صادرة عن مركز انترجيونال التحليلات الاستراتيجية ان تصاعد وتير التباعد في وجهة النظر السياسية بين البلدين في الفترات المقبلة بشأن ادارة عدد من الملفات ابرزها ملف الصحراء المغربية ورجحت الورقة السياسية ذاتها ان تدفع تطورات العلاقات بين البلدين في اتجاه تكرار سيناريو توتور سنة 2024 حينما غادر سفير بريطوريا المملكة المغربية عقب اعتراف حكومة هذا البلد بجبهة البوليزاريو على ما يبدو ان السيناريو سيتجدد مرة اخرى علاج لان المالك حد ترسنة 2022 وطبيعة الحال جوق ستنفي ندوزوا الخبر الاخير متابعينا الكرام باش نختبوا الفيديو دينا وغام مشيوا القسم الرياضي كما قلنا لكم كانت اليوم ندوى صحفية ديال ناخب الوطني سر قراجي واللي من خلالها يعاود يأكد لنا على اننا عندنا ناخب وطني وعننا منتخب راقي جدا صريحات محسوبة ومعمر يعني معمر للانسان الساهين بالخصم دياله الرقراجي قال نحترم الكونغو وسنعب بتركيز من اجل تأهل الى ثوم النهائي وقيم ما قلت لكم فاش كتكون اتقاف النفس وما كيكونش الغرور هذا هو جوج ديال الامر تكون عندك اتقاف النفس وما يكونش عندك الغرور كتتجمع هذا جوج ديال الصيفات فهذا الرجل الرائع اللي غنب قوم دينين له بكل الاحترام والتقدير طول العمر كل المغاربة وما كيش اللي قدر يقول فيه كلمة واحدة ولو قد هك ولو شعر علاش لانه ارد المغاربة التقاف النفس ارفع الرايا المغربية خارج ارد الوطن يعني في اكبر تظاهرة رياضية ديال الكرة القدم اللي هي المونديان وهو يعني في تاني تظاهر اكبر تظاهرة رياضية واللي كيكون فيها المملكة المغربية وهي الكأس افريقيا ما زال كيقول كيرفع راس المغاربة وهذا الكلام تعني احترام الكونغو والله العلي العظيم الى خير دليل على عدم الغرور عدم الغرور ديال وليد الرقراج فقال الناخب الوطني وليد الرقراجي ان التقم الفني والتقني واللعبين يركزون بشكل كبير على المباراة على تدير ديال الغد رغم الفوز الذي حققناه في المباراة الأولى أمام تنزانيا يعني ما كانت الغرور تلعبو بحل تلعبو أول مرة ومحل ما غالبين تشي حاجة أضاف الرقراجي في الدول الصحفية التي عقداها اليوم قبل المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الكونغولي غدل أحد أن منتخب الكونغو الديمقراطية ليس بفريق سهل ويطمح لحظ ثلاث نقاط من أجل تأهول كما نطمح نحن أيضا لكسب ثلاث نقاط من أجل تأهول لهذه المباراة الهامة بالنسبة لنا وما يهمونا هو التأهول إلى ثوم النهائي ودائما كنعود نقولها سير رقراجي من خلال هذه الكلمة ديالو تقول للعالم نحن لسنا جبناء ونحن لسنا مغرورون نحن نثق في أنفسنا ولكن الغرور سفر في المياه هاتشي اللي غدي نقول تحياتي السيوالي رقراجي وتحياتي لكل متابعي الكرام لقناة وموقع المهاجر تشوفكم إن شاء الله فيديو خور مضخور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في العادة الله السلام عليكم